السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشريك في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات المعقلة له بإذن الله لا يتابعنا هاستفاد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول تعالوا بإننا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه تردد جديد وحصر زهرة على النايل سات لقناة اسمها باحة العرب أضافها جميلة ومميزة لقنوات النايل سات لو القائمة اللي عندها خلاف الأن بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي ومن خلالها تقدر تضيف أي قناة أو أي تردد على جهازك سواء إذا كان عندك ريسيفر عادي أو أي شاشة عرض بتاعتها الارسيفر داخلي كل الشرحات موجودة داخل القناة ومن خلالها تقدر تضيف أي تردد على جهازك بكل سهول أما بالنسبة لأكثر من تسعين في المية من الأجهزة الموجودة في السوق هنضغط من الرموت على زرار المينيو نقف على قائمة وفاق كلمة تركيب بضغط علىها بزرار اوكي هيزهر معي قائمة تانية وفاق قائمة الترددات بضغط علىها بزرار اوكي يعني بضغط مينيو ووقف على كلمة تركيب وضغط اوكي ونزل بعد كده على قائمة ترددات وضغط اوكي وبالنسبة لقائمة الانجليش هضغط من الرموت على زرار المينيو ووقف على كلمة الانسليشن هضغط علىها بزرار اوكي وانزل بعد كده على ترانزبرد الليست وضغط علىها بزرار اوكي ومجرد ما بدخل لقائمة الترددات هضغط من الرموت على زرار الأحمر واكتب التردد بتاعي وبعدين هضغط اوكي واجه الخطوة اللي بعد كده ونقف على التردد وضعت من الرموط على الزراء الازرق وضعت اوكي عشان يظهر له في قيمة البحث قناة جاملة جدا مكتوب عليها اي بي سي باحة العرب ده احدى التردد للقناة بتاريخ شهر اتنين لعمل الشي اتنين وعشرين باحة العرب موجودة على تردد حد عشر واحد تلاتة سبعة معدل ترميل سبعة وشرين وخمسمائة والقطبية في او فورتكال او راسي تردد اشارته عالية هو سهل جدا استقباله بأطباق تبدأ من ستين او سبعين سنتي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بيتعامل بنزام ال او شاشة عرض بتحتك على رسيفر داخلي بيتعامل بنزام ال اش دي عشان تقدر تستقبل تردد قناة باحة لجهازك بكده حلقة النهار ده خلصت والي بتفرج على قناة الاول مرة ما انساش هدعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان اوصلكم انه كل جديد اشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة